اشتركوا في القناة من الربيع اليوم في عملها الناس بتكتر عندها الحساسية تبعت الانف وهذا ما عمله بيختلط مع عراض الكوفيد-19 اللي احنا فيه هلا اليوم معظم الناس من المصابين بالكورونا بيقول انا عندي حساسية وكل سنة عملها بتيجي للحساسية فانا بالتالي اللي عندي اليوم هو حساسية وليست كوفيد الفيصل يا جماعة هو الفحص تبع البي سي آر اللي بين عمل او حتى المسحة السريعة اللي هو الرب التست تبع الكوفيد لانه اليوم المخالطة بين الناس بسبب الإصابة بالكوفيد عمالها بتنقل العدوة بطريقة مبالغ فيها والمريض يصر انه هو ما عنده كورونا اليوم ما حدا بيقدر يعرف انه عنده كورونا ولا ما عنده كورونا حتى الأطباء نفسهم ما بيقدروا يعرفوا لانه الاعراض كتير متشابهة مع اعراض البرد مع اعراض الرشح مع اعراض النفلونزا مع اعراض الحساسية تبعت الانف وبالتالي في حال شك المريض بوجود اعراض قد تكون مشابهة لعراض الكوفيد-19 لازم يتوجه للفحص مباشرة وكمان يدير باله من المخالطة والمخالطة احنا نصر اليوم الإغلاقات كلياتنا أثرت على الجميع كل القطاعات في البلد كل الناس التي بتشتغل العمالها أثرت عليهم المخالطة تعني ان užحتى انت وأخوك لا تختلط وحتى انت وأبن عمك لا تختلط وحتى انت والدك لا تختلط حتى أنت والدك لا تختلط لان عمالنا بنفقد ناس كتير أعزاء علينا بسبب الجائحة اللي احنا فيها هلاء والله يحماكم ويحمى الجميع إن شاء الله ش�'s شكرا إلىكم اشتركوا في القناة